برحب بكم وبرحب بكل متابعين متابعي الصباح الخير يا مصر بالفعل احنا لسه موجودين داخل المدينة التراثية وفي موقع اخر ومحطة اخرى تمثل جزء في لوحة ثقافية فنية كبيرة هنا داخل المدينة التراثية من الجامع الى المسرح الروماني اللي بقف امامه الان المسرح الروماني وكمان مجمع السينمات ودار الابرة اللي بتشكل لوحة ثقافية فنية داخل المدينة التراثية خلينا نقترب أكثر من حجم الإنشاءات وما وصلنا إليه الآن من نسب الانتهاء من المشروعات الموجودة سواء مجمع السينمات أو المسرح الروماني بترحيبي بالمهندس أمجد عطالة مدير مشروع المدينة التراثية مش مهندس أنا مرحب بيك في البداية ويمكن بنتكلم عن لوحة تراثية ثقافية كبيرة مزجة بكل سواء الجانب التاريخي أو الجانب الحضاري والحداثة المسرح الروماني اللي بنقف أمامه الآن هو شبيه بشكل كبير طبعاً للمسرح الروماني في الإسكندرية لكن مختلف لكن كمان فيه جانب من الحداثة موجود فيه ويعني الطبع الروماني بشكل كبير كلمنا عن حجم الإنشاءات بداخله وحجم الأعمال كمان نرحب بيك أسترامي مشرفيننا في العالمين وكل سنوط طيبين إحنا وقفين زي ما حقا قلت كده في المدينة التراثية اللي هي أصلاً المتنفس الثقافي لمدينة العالمين الجديدة إحنا وقفين قدام المسرح الروماني المسرح الروماني ده مبنى مكشوف بيسعى لـ 800 كرسي في الحفلة الوحدة وإحنا خلصنا زي ما حقا شايف كده الخرصانات بالنسبة 100% وجاري أعمال التشتباط وبالنسبة اسمح لي بس ندي كده فكرة عن الموجود في المدينة التراثية بقية العناصر أو المباني اللي موجودة إحنا معنا المسرح الروماني وعندنا مجمع السينمات لحضرتك وفي البلازة بتاعته ده ده عبارة عن 9 قاعات تعرض بتسع لغاية 1090 كرسي في الحفلة الوحدة بيخدم عليهم 2 مطاعم ورستوران مباني للمطاعم والرستوران والكفيهات بحيث يبقى الناس في أريحية وهي بتحضر الحفلات بتاعتها وهي بتاخد الانترتيمت بتاعها وبعد كده عندنا أرض معارض زي الموجودة وراء مسجد المشير بالضبط مبنى كبير حوالي 50 ألف متر مسطح وعندنا دار أبرة بتسيع 1200 بني آدم وعندنا مدحفة وعندنا مكتبة وعندنا مبنى تنمية مهارات يعني زي ما حدك قلت كل ما هو ليه علاقة بالمتنفس الثقافي والفنون وبرضو عندنا حاجة للأطفال كيتز إيريا كبيرة هتبقى موجود فيها لعب أطفال وحاجات بحيث أن الأسرة اللي جاية تستمتع بيومها ممكن تدخل النهار ده الصبحية تطلع آخر النهار لها كل الفاسيليتيز ووجبة ثقافية طرفيهية متكاملة وده المطلوب منه أن كتا تعمل متنفس لتنمية مستدامة في مدينة العالمية والكافة الفئات الأسرة كلها بأكملها هتجد هنا متنفس ثقافي تراثي كبير جدا زي ما قلت هي لوحة المهندس أمجد أطل مدير مشروع المدينة التراثية بشكور يا كفاندي مع التواجد معنا بشكرا وشرفتونا كنت صعود طيبين ويمكن زي ما بينتابع دلوقتي موجودين داخل المدينة التراثية اللي بتشكل لوحة وزي ما سمعنا بالفعل كل شبر هنا وكل موقع هنا في جزء فني تراثي بيشمل جميع فئات الأسرة المصرية بأكملها هتجد نفسها هنا ده جزء داخل مدينة متكاملة العالمين الجديدة بيشكل تواجد على طول السنة تواجد تراثي ثقافي فني كمان إنشائي كمان تعليمي بكل سبل مدينة متكاملة بمعنى الكلمة وفيها لوحة تراثية هي المدينة التراثية عودة لكم مرحبا ترجمة نانسي قنقر